اشتركوا في القناة عند الناس مثلا اللي عندهم فوق 65 سنة مثلا الانسان اللي يدخن الطفل الصغير اقل من 2 سنوات والمرأة الحامل المرأة الحامل لخطرش اذك الموروكسيد الكربون يدخل عبر هذا البلاسينطا يروح عند الجنين ويلسق في الخلاياة على الجنين ويأثر ويتوفى الجنين انا نقول في كل مرة ما لازمش نقول غير هادو قاعنا معرضين ربي يسطر لذا لازم كي تشري هادوك آلة التدفئة باتشريهاش ضلاب بريسبيتاسون كما يقولوا بالتسرع اشريها بالعقل عندك الوقت ثم لي عنده فالدار لازم يعاود يراجحها يجيب هذا المختص في التدفئة باش يشوف هل يطرى كان اشياء غير طبيعية ثم انا ما لازمش نقول خلص لا يورى بالعين مجردة ولا متشموش لذا لازم ما تغلقش كامل نوافذ وتحل نوافذ ما خدش البرد أو خاصة هذا العام الحمد لله جاءنا برد و جاءنا منطر مليح ولكن في التدفئة الإنسان يروح يدف يروحه يقدر يدير مشاكل وفايات ومشاكل صحية حتى لسلكه يقدر يكون عنده مضاعفات اللي هي عدم التركيز ووجع في الرأس نيرفزة الاسترس النسيان وهذا النسيان ودير حالة النسيان ودير حالة حتى في الكوفيد 19 حتى في الحصة القادمة كل معلاء النسيان كورونا فيروس النسيان هذا ودير حالة خطش الخلايا العصبية تعمل بالوكسجين وتعمل بالسكر غلوكو ديبندنت وبالوكسجين وهنا هذا الغاز الوحادي الكربون وش يدير ياخد مكان تعمل أكسجين في الكوريات الحمراء في الهيموغلوبين وفي طورة الدموية يعد هو ينتشر في الذات خاصة عند الخلايا العصبية ويأثر عليهم ويدير لهم كما يقولون يتلف يتلف تعمل الخلايا لذا الإنسان يعد والخبراء يقولون إلا الخلايا العصبية كي تتلف ما توليش ما تعودش ما كاش ينتاج تعمل خلايا عصبية جديدة مش كما كين جرحوا مثلا كين انقسامات على الخلايا الخلوي انقسام خلوي يعاود يديل السيكاتريزاز ولكن خلايا العصبية هما الخلايا اللي كي تلفوا ما يعاودش يقولون الناس يتقول النسيان هذا على جال الكورونافيروس على جال هذا السيو على جال النسيان هذا يجي كل مرة بكل شي يجي من نرفزة يجي من التقلاق يجي الإنسان يكون عنده عامل كثيف يجي من الإنسان يكون عندهم ما عندوش كما يقولون ام بروغرام ما يتبعش بصفة جدية نقول لي السيو قلنا المرأة الحامل تخضع لازم الجنين تحا يقدر يتأثر بصفة كبيرة خموة مرأة باش دارت إنجاب مثلا راح تشوف طبيب 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 النساء والراجل راح تشوف طبيب نيرولوغ ثم داروا إنجاب ولا داروا كما يقولوا تلقي حيصطناعي ويتوفى الجنين على جال ناخدناش بعين الاعتبار الآلة هذه لتقدر تعطينا المشاكل في الخلاصة نقول باللي كل شيء مليح في حياة المعاصرة ولكن لازم عناية لازم اعتناء لازم منشروش أشياء لعلى جال ثامن ناقص شوية نروح نشري آلة ما تخضعش إلى معايير علمية وعالمية وقلت كان يدل إنسان هو المسؤولة في كثير من الأحيان يبدل لك هذه الحرف ويدي لك زعم هذه الماركة هذه المعروفة وانت يجي بك ربي شريت هذه الماركة المعروفة بثمن ناقص لا أقرأ مليح أقرأ وشريها في مكان لتخضع هذه الإنسان يعمل بضمير باش نتفادوا كم المشاكل حتى حوادث المرور حتى لبياس هذوك دول الشنج لين نشرهم بصفة مخشوشة إلى آخره يدل الإنسان بسؤولة في كثير من الأحيان بأشياء كبيرة تأدي بوفيات كثيرة صحتكم وصحت أولادكم هي رسم لكم ترجمة نانسي قنقر